أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للريادة الأعمال ونص القرار على أن تشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية وزراء الاتصالات والتعليم العالي والمالية والتموين والاستثمار ورئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تهدف المجموعة الوزارية للريادة الأعمال بصفة رئيسية وفقاً للقرار إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع وقائم على التنافسية والمعرفة ويسهم كذلك في خلق فرص عمل لائقة ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيبة اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات وبحضور دارت دينجر رئيسة مكتب الرئيس الألماني خلال الاجتماع أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تدريد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين ومن جانبها أشارت رئيسة المكتب مكتب الرئيس الألماني إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة ألمانيا في مختلف المجالات أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شرائن من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال التعاملات المصريين للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 3 مليارات وستمائة مليون جنيه ربح فيها رأس المال السوقية 20 مليار جنيه عند مستوى 2.74 من ألف تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 1.27 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 30.485 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 44.100% ليغلق عند مستوى 7.100 نقطة وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 81.100% ليغلق عند مستوى 10.158 نقطة أعلنت وزارة البترول والثارة المعدنية أن صفقة استحواذ شركة أنجل أشانتي على شركة سنتمين المالكة الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب ليس لها أي تأثير على حقوق دولة المصرية في منجم السكري وإيراداته أكدت الوزارة أن شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل أن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و 50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأمر الذي لا يرتب على هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات أفاد البيان إلى أن صفقة الاستحواذ لا تستلزم موافقة الجانب المصري لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سانتامين وبجميع مناطق عملها حول العالم اشتركوا في القناة